عادة الحقيقة خاطئة أو تصرف خاطئ وخطير جدا وهي عادة ترك الأطفال في السيارات المقفولة وأنا هنا أصدي أن السيارات المقفولة مش مقفولة بالكامل يعني مقفولة مثلا وسايبين مقدار طفيف من الشبابيك مفتوحة تمام؟ بس مثلا يكون ده في جاراج أو كده وإحنا مثلا نازلين نشتري حاجة من مكان أو من سوبر ماركت أو كده برجع وأقول أن هذا التصرف تصرف خاطئ جدا وخطر جدا حتى لو العربية زي ما قلت وقفة في جاراج يعني وقفة مثلا في الضلة حتى لو الجاراج ده كان متغطي يعني خلاص برضو ده تصرف خاطئ تماما وده لأن الحرارة هنا بقى حرارة السيارة من الداخل ممكن ترتفع خلال دقائق معدودة ومش هتصدقوا قد إيه ممكن الزيادة في درجة الحرارة تكون في حدود 11 درجة في خلال 10 دقائق تخيلوا بقى فبالتالي ده بيكون فيه يعني خطورة شديدة جدا جدا إن إحنا نسيب الأطفال أو حتى يعني ربنا يعني يعز قدركم يعني أو حتى لو مش أطفال حتى لو سايبين مثلا حيوانات أليفة في العربية أو كده غلط تماما خلاص المفروض إن إحنا نكون مصاحبين لأطفالنا ينزلوا معانا أو حتى يخرجوا يعني شوفوا لو انتظروا خارج السيارة أرحم من الانتظار داخل السيارة لأن هذا المكان المغلق بأبعاده الضيقة بيساعد أو بيساهم في الإحساس بالحرارة المرتفعة بشكل كبير جدا جدا طيب أرجع أفكر حضراتكم إن ضربة الشمس ممكن تحصل لقدر الله لأي حد في حال ممارسة نشاط أو عمل شاق في الحر زي ما قلنا أو بسبب البقاء في مكان حار لفترة طويلة وقلنا إن في ناس بتكون معرضة أكتر للإصابة بضربات الشمس وقلنا إن الناس دول أولهم الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم